بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد دروس التربادينية والدفاع عن النفس درسنا هذا اليوم هو باب عن إطلاعات ما سبق معكم الأستاذ بدر ناصر الفهد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال نبغى نستعرض متطلبات النشاط البدني الممارسة النشاط البدني بشكل صحيح الممارسة النشاط البدني مهمة جدا توفرها أثناء النشاط البدني من ضمنها أول متطلب الراحة الكافية الراحة الكافية يا أبطال مهمة جدا لعادة راحة الجسم يعادة نشاطه لكي يمارس النشاط مرة أخرى وذلك هنضرق النوم من الليل مدة 6 ساعات إلى 8 ساعات بعد ذلك التغذية الصحيحة التغذية الصحيحة تكمن في توفر العناصر الغذائية المهمة في وجباتي الثلاث الإغطار والغداء والعشاء العناصر الغذائية التي هي كاربوهيدرات والدهون البروتين والأملاح والمعادن ليشалось ؟ الغذاء المهم اللي يمد من رياضة إلى رياضة أخرى مثال ذلك حذاء كرة القدم يختلف عن حذاء كرة السلة يختلف عن حذاء ركوب الخيل هل ممكن أن ألبس حذاء كرة السلة وألعب كرة قدم غير مناسب طيب يا أبطال بعد ذلك المكان المناسب والآمن المكان المناسب كل رياضة من الرياضات يا أبطال لها مكان مخصص لأداء النشاط البدني هذا وآمن بحيث تتوفر فيه عناصر وعوامل الأمن والسلامة لتفادي الإصابات بإذن الله هل ممكن أني أنا ألعب كرة قدم داخل الفصل أو في طرفة الطعام أحسنتم ليش غير مناسب هل ممكن أني أنا ألعب كرة السلة في الطرقات والممرات ممتاز غير آمن طيب بعد ذلك يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ استعرضنا مع بعض الإحماء هو أحسنتم تهيات الجسم لأداء نشاط البدني عن طريق أعمل بعض التمرينات السهلة والرسيطة بعد ذلك يكون الجسم جاهز لأداء النشاط البدني هناك نوع عام من الإحماء الإحماء العام يناسب جميع الرياضات وإحماء خاص مقصص لكل الرياضة على حده الإحماء المقصص لكرة القدم يختلف عن الإحماء المقصص لكرة السلة بعد ذلك شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني شرب الماء مهم جداً ليش؟ أحسنت تعويض السوائل المفقودة أثناء النشاط البدني لمنع الجسم من الجفاف طيب الآن ينبطل استهراضنا مع بعض المطلبات المطلبات الرئيسية والمهمة لممارسة النشاط البدني نبغي نشوف درسنا اللي هو تأدية الوثب الطويل المراحل الفنية الوثب الطويل الوثب الطويل كلمة وثب معناها انتقال من نقطة إلى أخرى إما وثب عمودي أو وثب أفقي الوثب العمودي من أسفل إلى أعلى والوثب الأفقي من نقطة إلى نقطة زي ما واضح في الصورة الآن هو والوثب الطويل يا أبطال هو رياضة من أحد رياضات ألعاب القوة وكلنا نحب نجرب أنفسنا أثناء القفز في أحد مننا ما يحب أنه يقفز ولكن نبغي نتعلم الوثب الطويل بالطريقة الصحيحة عن الطريق عمل بعض الخطوات التي هي خطوات الاقتراب خطوات الاقتراب يعني هي التسارع إلى أن تصل إلى لوح أو منطقة القفز بعدين الارتقال هي الارتفاع على الأرض والطياران هي مرحة الانتقال من نقطة إلى أخرى والهبوط في حفرة الهبوط شوفوا الآن الصورة مع بعض الاقتراب بعدين نوصل هنا للمواضح هنا عند اللوحة هذه يكون الارتقاء الطيران يكون هو الطيران هو الهدف منه أنه يطير أبعد مسافة وأطول مسافة بعدين الهبوط الهبوط يا أبطال هو ختام عركة الوثب حيث الهبوط أول منطقة تلمس الأرض هي الأقدام واضح يا أبطال طيب ثانيا ضبط النفس والتحكم في الانفعالات قلنا ما هو الانفعال هو عبارة على المشاعر التي يعبر عنها الفرد أثناء حدوث أي مؤثر خارجي مثال ذلك الفرح الحزن البكاء الطجر الملل كل هذه تعتبر انفعالات أثناء النشاط البدني لابد أن يتحكم بانفعالاتي بحيث أسيطر عليها لكي لا تؤثر على أداء النشاط البدني مثال على ذلك أثناء منافسات ممكن في حالة الفوز أو في حالة الخسارة الواحد يكون منفعل إما بالفرح الزائد أو بالحزن الزائد وغالباً ما تحدث الانفعالات نظراً ل ظرف خارجي مثال على ذلك عدم الخبرة وعدم ممارسة النشاط البدني قبل ذلك إحنا مع بعض الآن نبغى نلعب مباراة ضد على مستوى المدرسة هل المباراة أو منافسة على مستوى المدرسة مثل مثال منافسة على مستوى المنطقة أو على مستوى الدولة تختلف كل ما كبرت المنافسة كل ما كان هناك ضغط نفسي فبناء الضغط النفسي يكون هناك بعض الانفعالات واضح يا أبطال طيب نبغى نشوف الآن أسباب الانفعال الرياضي من أحد الأسباب الخبرة السابقة وهي سبب الانفعال حيث أنه من المعروف أن من له خبرة سابقة يكون أكثر سيطرة على الانفعالات قبل المنافسة أما المبتدئ فتبدو مظاهر الانفعال واضحة عليه زي ما قلنا الخبرة السابقة اللي مارس رياضة قرة القدم مع الفصل هل نفسي اللي أول مرة يمارس لعبة قرة القدم ليش هذا اللي مارس يكون عنده خبرة سابقة متمرس في أداة هذه الرياضة نوعية المنافسة كل ما كانت نوعية المنافسة كل ما كانت نوعية المنافسة أوسع على مستوى المنطقة على مستوى الدولة على مستوى أكبر يكون هناك ضغط نفسي فلابد أني أنا أتحكم في هذا الشيء الإعداد النفسي اللاعب الفرد الرياضي عندما يكون إعداده النفسي جيد في مراحل التدريب ينعاكس ذلك إيجابيا على سلوكه وانفعلاته الإعداد النفسي هو أهم إعداد نفسي أنك تثق في نفسك وأداء زملائك أنت تستطيع بما أنك تعبت واجتهت في أداء النشاط البدني أي أن كان أنت تستطيع أن تكون من المبتدئ إلى محترف بإصرارك وعزيمتك واضح يا أبطار طيب بعد ذلك إحنا أخذنا التنطيط في كرة السلة التنطيط في كرة السلة أولا ما هي كرة السلة كرة السلة يا أبطار هي لعبة جمعية تكون ما بين فريقين كل فريق يتكون من خمسة لاعبين يتبادلون تنقل الكرة فيما بينهم وإسقاط هذه الكرة ومحاوة إسقاط هذه الكرة داخل هذه الحلقة يكون تفعل برج مترين وستين سنتي أكثر فريق يحاول أو يستطيع إدخال هذه الكرة داخل الحلقة هو الفريق الفاعل عن طريق إما التمريق أو التنطيط التنطيط هو ضرب الكرة هذا هو التنطيط تنطيط منخفض وتنطيط مرتفع طيب نريد أن نرى مع بعض كيف نصوب الكرة تصويب الكرة من أسفل باليدين نرى تنطيط مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطالب أهلا وسهلا بك ستتعلم في هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى إحدى مهارات كرة السلة وهي مهارة تصويب الكرة باليدين من الأسفل لإتقان هذه المهارة يتم اتباع الخطوات التالية أولا فتح القدمين باتساع الصدر ثانيا ثاني الركبتين قليلا ثالثا تمسك الكرة باليدين وتنتشر الأصابع على الكرة من أسفلها الخطوة الرابعة تدفع الكرة بأصابع اليدين مع متابعة اليدين للكرة والآن انظر إلى زميلك البطل سطام والبطل سلطان وهما يطبقان أمامك مهارة تصويب الكرة باليدين من أسفل وأنت يا بطل قم بالتطبيق معنا فتح القدمين باتساع الصدر ثانيا ركبتين قليلا مد الذراع للأسفل مسك الكرة وانتشار الأصابع من أسفل دفع الكرة للأعلى مع متابعتها عاريا يلا يا بطل قدم فتح القدمين ثانيا ركبتين مد الذراع للأسفل انتشار الأصابع افتح يدك رمي القرة دفعها بالأصابع أحسنت وفي النهاية يا بطل لتتمكن من إتقام مهارة تصويب الكرة باليدين من أسفل يجب عليك أن تتمرن باستمرار إلى هنا وصلنا يا بطال إلى نهاية هذا الدرس لابد من العمل المتواصل لكي أصل إلى هدف اللي أنا أحتاجه أشكركم من حسن استماعكم معكم أستاذ بدر ناصر ألف حيد